الأسرة الخمسة وعشرين أو الأسرة الكوشية كانت من أهم الأسرات اللي حكمت مصر القديمة في عسورها المتأخرة نظرا لأنهم كانوا حلقة الوصل بين مرحلة ومرحلة مرحلة مصر فيها كانت مقسمة بالكامل على حكام الأقاليم ومرحلة تانية مصر فيها بتواجه قوة كبيرة جدا جدا هنجلها طبعا في الكلام قدام وبالتالي الأسرة الخمسة وعشرين أو الأسرة الكوشية كان لها خصوصية وده برضو لأنها كانت أسرة بتعيد فكرة الإمبراطورية مرة تانية بالنسبة لمصر هي الأسرة لإعادة تكوين الإمبراطورية مرة تانية وإعادة توحيد البلاد بعد عقود من التفكك وضيع كمان هيبة الدولة المصرية إنها بقت لقمة سائغة في إيد أي حد والأراضي بقت تتاخد منها واحدة وردتانية بسبب التفككات والصراعات الداخلية اللي حصلت في الداخل المصري واللي طبعا كنا بالناقشها في الحلقات اللي فاتت فخلونا في الحلقة دي نتكلم عن بداية الأسرة الخمسة وعشرين اللي طبعا في الحلقة اللي فاتت خدنا لمحة عن واحد من أقوى ملوكها وكان هو الملك بعنخي بس خلونا في الحلقة دي نرجع لمؤسس الأسرة الخمسة وعشرين وكمان هنتكلم عن بداية الإعلاقات اللي حصلت بين المملكة الأشورية والمملكة المصرية القديمة بقيادة الكوشيين فاتأكد إنك عمل لايك مشارك في القناة فعل التنبيهات عشان تجريك حتى تلاجأ أول بول شكرا بكل اتأكد لكل الدعام اللي لنا على باتريون فوضفون كاشو بايبل دعموكم لنا بخلال السنبير في إنتاج وصناعة المحتوى كم شكرا لكل المنتسبين على القناة اللي أعمل لكونا عن تريز وراجوين إذا ما قوموا بزر السبسكرايب وشاهزين نطول كتير خلال الحلقة تبدأ اشتركوا في القناة لو دورنا عن مؤسس الأسرة الكوشية والجند الأعظم للأسرة الخمسة وعشرين هنلاقي اسم مهم جدا في التاريخ المصري وهو الملك ألارا النوبي اللي كان متأثر بشكل كبير بالحضارة المصرية القديمة وكان بيأسس أسرته على احترام التقاليد المصرية والديانة المصرية القديمة واعتبار مصر هي المحور الحاجة طبعا اللي خلت الأسرة الكوشية عينها على مصر وإن كان ملوكها مش من دماغ مصرية على عكس باقي الشعب زي ما شرحنا في الحلقة اللي فات المهم إن ألارا في بداية حكمه أول بقى ما أنشأ المملكة بتاعته وأعلن نفسه ملك على المكان ده بدأ يتدخل فيه الشؤون الداخلية لمصر العليا أو الصعيد أو طيبة جنوب مصر عموما يعني كان شايف إن المكان ده مهم جدا بالنسباله وإنه لا ينفصل بأي شكل إن الأشكال عن النوبة ورما جيه ابنه من بعده الملك كاشتا قدر إنه يدس ناس من أسرته في الحياة الاجتماعية والدينية في صعيد مصر بإعلان بنته هدية للإلهة آمون في طيبة بدل بنت أوصر كون الثالث والدافع كان إنه بيعمل علاقات وبيدي بنته هدية وحاجة زي كده لكن دي حاجة طبعا كانت بتديله نفوذ اجتماعي وديني وسياسي في طيبة وعند الناس نفسهم في مصر ملك بيهدي بنته كده للإلهة اللي إحنا مؤمنين بيه دي حاجة طبعا كبيرة وقتها خاصة وإن نفوذ الحكام المصريين وقتها كان زي ما كلمتك فمين هو الملك اللي عنده الجرأة إنه ياخد موقف زي ده في الوقت ده كله كان بيفتقد لوجود القائد في زمن كان القائد هو اللي بيدير البلاد بالكامل وفي نفس التوقيت كان عندنا ضعف للقادة ليس له نهاية وبالتالي بقت عندنا علاقات قوية بين الأسرة الكوشية وبين شعب طيبة بالكامل الحاجة اللي كانت حجر الأساس اللي هيبنى عليها التحركات اللي جاية من المملكة الكوشية اللي بشكل سلمي قدروا إن هم تدري يسيطروا على الحياة السياسية في الصعيد وما كانش فيه أي إعلان إن المكان ده بقى تابع للمملكة الكوشية إن خلاص المملكة الكوشية تمددت وتوسعت لا هو صعيد مصر بقى تحت النفوذ الكوشية الموضوع كده أشبه بعلاقة روسيا وبلا روسيا روسيا وبلا روسيا والعالم كله والدول اللي حواليهم وشعب الدولتين عارفين إن بلا روسيا جزء من روسيا بس على الورق دي دولة ودي دولة ده بقى كان الوضع بين صعيد مصر والدولة الكوشية المهم بقى إن في نهاية عهد الملك اللي بقى كلمك عليه ده حصلت حاجة مهمة في المملكة الكوشية وهي تمصير كامل لكل حاجة في المملكة اجتماعيا وعقديا بيتم تحويل الشعب الكوشي لأنهم يكونوا مصريين شكل الإدارة ونظم الحكم وكل شيء تقريبا بدأ إن هو يكون مصري ياخد الصبغة المصرية في الدين والثقافة والعادات والتقاريد وغيرها وغيرها كل دي حاجات اتغيرت تماما وبقت مستمدة في كوش من الحياة المصرية ويروح الملك ده ويجي بقى مين بعده بالزبط كده الملك اللي كلمتك عليه في الحلقة اللي فاتت اللي هو الملك بيعنخي لزي ما قلتك في الحلقة اللي فاتت قدر سنة 727 قبل الميلاد إنه يغزو مصر بشكل حربي يغزو جنوب مصر طبعا بس بقى خلينا نجاوب على سؤال مهم إيه اللي خلى عنده رغبة إنه يبدأ يغزو مصر في التوقيت ده ما يكتفي بالمملكة الكوشية بتاعته ليه يطلع ويعمل حرب ويكلف نفسه وهو في الأول في الآخر مش هيستفيد استفادة مادية نتيجة الغزو المصر مصر في الوقت ده ما كانش فيها أي شيء يعني ده بالعكس هتحطه في مشاكل كمان مع المملكة النشأ اللي لسه موجودة واللي هتكلمك عنها كمان شوية خلينا أقول لك إن اللي خلى بعنخي ياخد الخطوات دي كان المعتقد أو الديانة بعنخي هو وعائلته وأسرته والشعب الكوشي بالكامل كانوا شايفين إن مصر هي إرث للنوبيين كتبوا عليهم آمون نفسه اللي أمره بإنه يخضع الملوك ويحاربهم ويسيطر على بر مصر بالكامل أيوة هو في حياته ما قدرش إنه يسيطر على مصر بالكامل وقدر بس إنه هو يسيطر على طيبة وعلى جنوب مصر معرفش يدخل شمال مصر ولا الدلتة لكن ده تم بالفعل في عهد الخليفة بتاعه اللي كان اسمه تشاباكا اللي حاكم المملكة سنة 721 قبل الميلاد وخلينا بس مع الملك ده كده يعني احفظ اسمه هنرجع له كمان شوي لإننا عاوز أكلمك دلوقتي على المملكة اللي هتكون هي في الوقت الحالي الخطر الأول والوحيد على مصر وهي الإمبراطورية الأشهورية اللي كانت في الفترة دي من الزمن بتقدم صحوة بكل تأكيد في كل الأصائضة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا كانت مملكة من أقوى ما يكون في العالم بكل تأكيد كانت هي الأقوى في الوقت ده على الصائد العسكري كان الدولة لا تقر عندها عدد كبير جدا جدا من القوات بتحركهم في كل الاتجاهات فتحة على نفسها كذا جبها وبتنتصر فيهم كلهم وفي الفترة اللي احنا بنتكلم عنها دي كان الملك الأشهوري بيحرك جيش قوامه 120 ألف مقاتل علشان يغزوا الأراضي الشامية منطقة الشام كلها بفلسطين كده وبالفعل ضم الشام للمملكة الأشهورية بتكون مهمة سهلة جدا الملوك هناك ووضع الشام كان شبه وضع مصر كده الأدوميين والإسرائيليين وقتها لأن وقتها كان فيه مملكة اسمها المملكة الإسرائيلية وضع تلك الكلام ده طبعا في الأرض المقدسة كانوا بيحربوا بعض حروب قوية جدا جدا فكانوا مفككين ومهلهلين ومهم الدخول القوات الأشهورية للشام وسيطرتها على الشام بالكامل كانت مهمة من أسهل ما يكون فقدروا ان هم يدخلوا المناطق دي كلها بسهولة ويسيطروا كمان على الشام لحد ما وصلوا على الحدود المصرية في عهد مين بقى؟ في عهد الملك تشاباكا اللي طبعا كان شايف ان المملكة المصرية القديمة ما ينفعش تكون مملكة تابعة لأي مملكة تانية حتى وإن كانت ضعيفة بأي شكل من الأشكال دي حاجة غير ممكنة ما ينفعش مصر تاخد أوامر من أي دولة تانية ثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا وديانتنا كمان بتقولنا ان مصر هي دولة المحور هي مركز الكون كل الكون يلف حوالين مصر مصر عمرها ما تلف حوالين أي دولة تانية يكون تابع لدولة تانية فكانت سياسته الخارجية في الفترة دي ان مصر في الأول وفي الآخر دولة مستقلة ليها نفوذ قوي في مناطق حكمها خلي بالك الملك اللي بكلمك عليه قدر انه هو يوحد مصر بالكامل ويربط مصر بكوش ويكون امبراطورية مصرية على الورق طبعا ما كانتش طبعا بنفس قوة المملكة الأشورية وقتها بكل تأكيد مين بقى كان حاكم المملكة الأشورية في الوقت ده كان هو الملك سرجون التاني اللي يعتبر من أشهر الملوك الأشوريين في التاريخ في الوثائق بقى اللي بترجع لعهد سرجون التاني هنلاقيه بيتكلم عن علاقات دبلومانسية حصلت بينه وبين الملك المصري شباكا في وثيقه من الوثائق هنلاقيه بيقول إن الملك شباكا عمل عملية تسليم لواحد كان عدو لسرجون التاني وكان لاجئ في مصر هربا من سرجون فشباكا سلموا ليه علشان يحافظ على علاقات مصر بالدولة الأشورية وإننا نفضل أصدقاء كداولتين جارتين إنما هندخل بقى في حروب مع بعضه وحاجات زي كده لا مش هينفع يكون حبايا بقى أحسن والشباكا كان بيقدم السبت علشان يلاقي الحد من سرجون اللي تطلبه أشور عادي أنا ممكن ينفيده في مقابل إنه يكون عندي صداقات جيدة مع الملك الأشوري اللي زي ما شفنا إنه ما كانش بيظهر أي رحمة في التعامل مع الشام وسيطرة أشور على الشام كانت سريعة وقوية كانوا بيضربوا الشام بيد من حديد قوة غاشمة في التعامل فالعلاقات الجيدة بين الملكين وبين بعض كانت حاجة مهمة جدا وبتساعد في الحفاظ على إن مصر ما تدخلش في حروب في الفترة دي تحديدا مصر لسه موحدة من كم سنة لسه ما كونناش جيش قوي يقدر إنه يحافظ على البلد لسه ما بقتش قادرة تدخل في حروب خاصة وإن الطرفين غير متكافئين فلازم الحروب وإن كانتها تحصل وحروب حتمية فلازم يتم تأجيلها قدر الإمكان مهم هنا طبعا لو حابب تعرف التحركات الأشورية حصلت إزاي وإزاي سيطروا على الشام إنك ترجع لسلسلة وبرنامج الأرض المقدسة اللي موجود هنا على القناة طبعا أرشح لك البرنامج من أول وآخر لكن لو حابب تروح للفترة دي تحديدا ممكن تروح من أول حوالي تقريبا الحلقة رقم 18 وتفضل بقى ماشي في الحلقات عشان تفهم وضع الشام وقتها كان عامل إزاي وضع فلسطين تحديدا يعني كان عامل إزاي وإزاي المملكة الأشورية ادرب بكل سهولة من نهاية سيطر على كل ده وممكن كمان تاخد لمحة عن العصور اللي بعد كده لسه هكلمك عليها في أرض الحضارة فدي حاجة ممكن تسلي نفسك بها لحد ما جيلك في الحلقة الجاية اللي هنكمل فيها كلامنا عن ملوك الأسرة الخمسة وعشرين وإيه اللي حصل تاني بين المملكة المصرية والمملكة الأشورية أشوفك طبعا في الحلقة الجاية فتأكد أنك عمل لايك وشارك في القناة عن فعل التنبيهات عشان تجي لحل جاية أو لما تنزل شكرا بكل تأكيد كل إدعامي دينا على بيتريون فوضافون كاشو باي بار نعمكم ليه بيخاني سامري في إنتاج وصناعة المحتوى كم شكرا لكل منتسبين على القناة اللي عملوك عن تريز ورجوين المجهور جمز ورسوبسكرايب وبس كده السلام عليكم اشتركوا في القناة